تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تحتفل مملكة البحرين بمناسبة يوم العمال العالمي في الأول من مايو بإقامة حفلين منفصلين حيث يقيم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين احتفاله في الأول من مايو 2023 وينظم الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين احتفاله في الثلاثين من أبريل 2023 وقد أنبى العاهل المعظم حفظه الله ورعاه سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل لحضور الحفلين وتكريم كوكبة من العمال تقديرا لتمييزهم وعطائهم وتفانيهم في أداء أعمالهم في مختلف القطاعات الانتاجية وفي تصريح له بهذه المناسبة أكد ساعدت وزير العمل أن رعاية جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لهذه المناسبة السنوية تأتي تكريما من لدن جلالته للعمال في مختلف المسارات التنموية وتقديرا لقيم العمل والانتاج وعناية جلالته بالقوى العاملة المجدة باعتبارها الثروة الحقيقية لتنمية وطننا الغالي وازدهاره وأشرح مدان إلى أن مملكة البحرين قطعت شوطا كبيرا في توفير أوجه الدعم والحماية للعمال والمحافظة على حقوقهم ضمن تشريعات وطنية متطورة تتماشى مع معايير العمل الدولية كما تطبق مملكة البحرين العديد من القوانين التي تسهم في تعزيز بيئة العمل الآمنة والتي تحد من مخاطر الحوادث والأمراض المهنية لضمان سلامة العمال فضلا عن تطبيقها أفضل الممارسات الهادفة إلى استدامة استقرار ونمو سوق العمل مشيرا إلى حرص مملكة البحرين على الاستمرار في تعزيز وحفظ المكتسبات العمالية انطلاقا من التقدير الكبير الذي أحظى به العمال في البلاد مؤكدا تقدير الحكومة للقوى العاملة في مختلف القطاعات الانتاجية وأسهاماتها المتواصلة في المسيرة التنموية الشاملة تشارك مملكة البحرين المجتمع الدولي الاحتفاء بيوم العمال العالمي والذي يصادف الأول من مايو من كل عام تقديرا لعطاءات الكوادر العاملة في مختلف القطاعات وما تحققه من إنجازات ومكتسبات تسهم في تعزيز عجلة النماء والتطور التي تشهدها المملكة على الأصعيدات كافة وقطعت البحرين شوطا كبيرا في توفير أوجه الدعم والحماية للعمال والمحافظة على حقوقهم ضمن تشريعات وطنية متطورة تتماشى مع معايير العمل الدولية منها إلزاموا صاحب العمل بتحويل أجور العمال إلى البنوك في المواعيد المقررة وحضروا التمييز بين العمال بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة كما وأصدرت هيئة تنظيم سوق العمل تصريح عمل خاص بالعمال لتوفير أفضل الخدمات لهم وتسهيل عملية انخراطهم في سوق العمل كما حرصت المملكة على تطبيق العديد من القوانين التي تسهم في تعزيز بيئة العمل الآمنة من خلال تطبيق القرار الوزاري بشأن حضر العمل تحت أشعات الشمس والأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة في شهري يوليو وأغسطس والذي يهدف إلى حماية العمال وتأمين سلامتهم من أخطار الإجهاد الحراري وضربات الشمس ومختلف أمراض الصيف والحد من الحوادث المهنية بعى متابعة وزارة العمل الحثيثة لآليات تطبيق القرار حفاظا على سلامة العمال من الحوادث المهنية في مواقع العمل فضلا عن تطبيقها أفضل الممارسات الهدفة إلى استدامة استقرار ونمو سوق العمل من خلال المواصلة في تنفيذ الحملات التفتيشية المشتركة للتأكد من التطبيق الأمثل لقوانين سوق العمل ويؤكد الاحتفال بهذه المناسبة الدولية على ما توليه مملكة البحرين من التزام في تنفيذ الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها والتي من أبرزها القضاء على العمل الإجباري ومنع التمييز في الاستخدام والمهنة واتفاقية السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل وتأتي جميع هذه التدابير في سبيل توفير الحماية الكاملة لأطراف الإنتاج كافة وخلق بيئة عمالية منتجة ومحفزة على العطاء والتمييز ومواكبة المستجدات والتطورات الحديثة في سوق العمل